السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كل باسماني معكم من قناة تيوك لا تنسى اشترك وفعلنا الجرس تعبير اليوم عن كيف التعرف على شعوب العالم بوسائل التكنولوجيا الحديثة موجود في قناة تيوك تعبير كثيرة عن شعوب العالم وعلى وضعية ادمجية عن تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعية هذا الموضوع بنمط تفسيري حجاجي وظفت مواشترات التفسير وايضا مواشرات الحجاج لاحد يمكن ان العالم اليوم اصبح قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي سهلت التواصل والتفاول بين مختلف شعوب العالم واصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاتصال والترجمة ادوات اساسية للتعرف على ثقافات وعادات الاخرين العرض هنا في البداية اخترق فرق لم يعد التواصل مع اشخاص من مختلف انحاء العالم مجرد حلم بل اصبح واقعا ملموسا يمكن تحقيقه ببساطة من خلال ضغط الزر حيث تتيح لنا منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وانستجرام وانستجرام فرصة السفر عبر قرات العالم دون مقدرة منازلنا يمكننا متابعة حيث يمكننا متابعة اسابات اشخاص المختلف الدول والتفاعل مع منشاراتهم والتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم من خلال مشاركتهم وصورهم كما تسهل برامج الترجمة الالية مثل جوجل ترانسليت التواصل مع الاشخاص سيتحدثون لغات مختلفة فيمكننا ترجمة النصوص والصور والصوتيات وهذا يساهم في كسر حواجز اللغة وهذا يساهم في كسر حواجز اللغة في كسر حواجز اللغة كما توفر لنا الانترنت منصة عالمية للمعرفة والحصول على المعلومات ويمكننا قرارات المقالات والكتب الالكترونية ومشاهدة الافلام الوثائقية وغيرها تعد التكنولوجيا الحديثة ادى رائعة للخاتمة تعد التكنولوجيا الحديثة ادى رائعة للتعرف على شعوب العالم وثقافاتهم وعاداتهم وكما يمكن للتكنولوجيا ان توسع افقنا وثهمنا للعالم واكتساب مهارات التواصل وتعزيز التسامح بين الشعوب وحقا ما قيلاء التكنولوجيا روح العصر وايضا قيلاء التكنولوجيا هي مفتاح المستقبل وحقا ما قيلاء اقتباسات وشواهد هنا مقولة مقولتين هنا يعني اقتباسات وشواهد وعندنا لأحد ينكر أن معظم هو تفسير ومعظم تفسير الجملة الخامرية لفعال المضارعة يعد تتيح لنا مثلا نعطي امثلة يمكننا تسهل مثلا امثلة وبشرح يتحدثون يساهم كما تعد اشتركوا اشتركوا اشتركوا